موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد للليلة موسيقى الجيش السوري يعلن استئناف الحسم العسكري في إدلب فهل يمنع تركيا من مواصلة رهانها على وقف الحرب لتعزيز قدرتها على المساومة المسلحون في غياب المرجعية وعدم التزام أنقرة بضبطهم ما هو مصير اتفاقات سوتي وهل تستخدم أنقرة تصعيدهم لتنفيذ عملياتها العسكرية في سوريا تركيا تواصل سعيها لإقامة المنطقة الآمنة وتحشد آلاف الجنود عند الحدود مع سوريا فهل تقايد أنقرة الفصائل في إدلب بالمنطقة الآمنة مرحبا بكم الجيش السوري يستأنف عملياتها العسكرية في منطقة خفضية التصعيد في إدلب قرار أرجعته دمشق إلى خرق الجماعة المسلحة المتكرر لقرار وقف إطلاق النار المنبثقي عن تفاهمات سوتي التي باتت على المحك وباتت عرابتها موسكو محرجة أمام حليفتها دمشق استأنف الجيش السوري المعارك يطرح أسئلة حول رسائل دمشق الميدانية والسياسية وعن دائرة النيران وحدودها في آخر معاقل الجماعات المسلحة بسوريا دمشق تتهم أنقرة بتعزيز الإرهابيين وبالسماح لهم بتنفيذ الهجمات فأي علاقة تربط عدم التزامهم بالاتفاقات بمشاريع تركيا شرق الفرات وهل يربطون تصعيدهم بسعي تركيا لتمرير أجندتها أم يسعى الأتراك إلى مقايضة المسلحين بمنطقة آمنة في إدلب أم أن الأمر متعلق بمقايضة أمريكية تركية تقضي بنسف تفاهمات سوتي مقابل ضوء أمريكي لأنقرة لقتال الكرد إذن أعلن الجيش السوري استئناف عملياته العسكرية في محيط إدلب بعد تجميدها لتدعيم فرص الحل على قاعدة وفاء أنقرة بالتزاماتها وقف الحرب على إدلب استراتيجية راهنت أنقرة عليها لتأمين أرجحية سياسية لفصائلها ديما نصيف من دون إعلان النصرة رفضها لوقف إطلاق النار كان يمكن لهدنة إدلب أن تعبر بسلام التفاؤل السوري بمنح الاتفاق فرصة لاجتراح حل يقارب الوضع السوري تقدم حتى على التصنيفات الدولية التي تتيح للجيش السوري مواصلة عملياته في الجبهات التي تتداخل فيها مجموعات مسلحة مشاركة في الاتفاق وأخرى كالنصرة ترفضه ومع ذلك جمد الجيش عملياته لتدعيم فرص الحل في إدلب على قاعدة إيفاء أنقرة بالتزاماتها في سحب المجموعات المسلحة وسلاحها التقيل والمتوسط مسافة عشرين كيلومترا وفي عزل المصرة كما ينص سوتي ما يفسح في المجال أمام إعادة انتشار القوات السورية وتكييف العمليات العسكرية مع ما تبقى من الجبهات المفتوحة في أرياف اللذقية وحلب لن تنتظر العمليات العسكرية لتحتدم من جديد وتتضح وجهتها ولن تنتظر أي تفاهم سياسيا مع الأطراف الراعين لمحادثات أستنى واتفاق سوتي فالجيش السوري سريعا وللمرة الأولى يصدر بيانا يعلن فيه استئناف الحسم العسكري ضد الإرهاب بالتزامن مع ضرب طائراته معاقل النصرة في أرياف إدلب الجنوبي وحمى الشمالي وقف الحرب على أدلب لتحقيق التوازن في محادثات أستنى استراتيجية راهنت عليها أنقرة عاما كاملا لتأمين أرجحية لفصائلها في مسار أستنى السياسي ولتعزيز قدرتها على المساومة سياسيا وعسكريا في محافظة تملك قرار وولاء كل فصائلها المسلحة بما فيها القاعدية وهو ما لن يسمح الجيش السوري بتكراره بعكس كل التفاؤل الذي أعقب اجتماع نور سلطان انهار وقف إطلاق النار سريعا رغم أنه للمرة الأولى وضعت المحادثات المسارين السياسي والعسكري على خطين متوازيين وعدم وجود مرجعية للفصائل المسلحة وعدم التزام أنقرة بضبطها يعكسان احتفاظ هذه الفصائل بهامشا للمناورة أو للانقلاب متى شاءت أنقرة على أي تفاهما أو اتفاق ديما ناصف دماشق الميادين للنقاش معنا هنا في الاستيديو الأكاديم والخبيرة الاستراتيجي العميد المتقاعد لياس حنة كذلك ينضم إلينا من إسطنبول الخبير في شؤون التركية الدكتور حسني محلي ومن إسطنبول أيضا ينضم إلينا أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول الدكتور سامير صالحة مرحبا بكم جميعا نسمحوا لي أن تكون البداية هنا من استوديو معك سيادة العميد بالمعنى العسكري ما الذي يعنيه استئناف إعلان الجيش السوري استئناف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالنظر إلى تطورات التي يشهدها واقع شمال سوريا بين شرقه وغربه أنا أعتقد أنه الهدف الأقصى والأهم والمهم على الأمن القوم السوري هو هذه المنطقة بسبب قربها من الساحل حيث مركز سقل النظام بالإضافة إلى التواجد العسكري المهم جدا الروسي اليوم مناطق خفض التوتر التي تفق عليها في الأستنة هي أنا أعتقد كانت مرحلة من مراحل معينة والدليل على ذلك سقوط كل مناطق خفض التوتر وصولا اليوم إلى إدلب اليوم الكل في أزمة النظام يريد استردادها لعدة أسباب قلت الخطر على الساحل وبالتالي استرداد بالمطلق بالمعنى القانوني استرداد السيطرة على كل الأراضي استرداد السيطرة على الشريين الطرق الأساسية الأم فور الأم فايف المهم أيضا إخراج التأثير التركي من الشمال السوري ويبدو اليوم أنه على جبهتين الجبهة الغربية والجبهة الشرقية ولكن هناك معضلة كبيرة جدا عند النظام يتبع ما يسمى باستراتيجية القدم ستب باي ستب كما يقال خطوة خطوة لماذا؟ لأن حجم إدلب 6500 كم مربع ما يقارب المليونين مليونين ونصف متواجد فيها عدت فصائل هذا الأمر يحتم جهد عسكري كبير جدا ليس متوفرا عند النظام اليوم ويحتم تغطية جوية كبيرة جدا هذا الأمر يتعلق بروسية يعني نجاح استراتيجية النظام لاسترداد إدلب تتعلق بقرار غيره وهذا أمر قد يطيح تقريبا طيب ولو بقيت معك بشكل سريع لطفا سيادة العميل هو قرار سوري روسي بالنظر إلى أنه قبل القرار بفترة يعني بدقائق قليلة إعلان الجيش السوري كان فيه استهداف بقذائف صاروخية وكانت فيه محيط قاعدة تحميمين هو إعلان خروج سوريا من تفاهمات سوتي العودة حيث كنا قبل أيلول سبتمبر الماضي على مشارف عملية حسم عسكرية كما كان يقال في حينها باتجاه إدلب في تنسيق مع روسيا ترى الأمر بهذا الشكل؟ أنا أرى أنه اليوم لا يمكن للنظام أن يخرج من التفاهم الأكبر بالصورة الكبرى مع روسيا ولكن دائما يترك لنظام القرارات التكتية والاستراتيجية والعملانية على الأرض ولديه حرية معينة لا تصل إلى درجة أن تضرب العلاقة والتحالف الجديد بين تركيا وروسيا موضوع روسيا سيكون محل نقاش معمق في هذه المسائية في شمال سوريا بين شرق شمال سوريا وأيضا غرب شمال سوريا وما بينهما بكل الأحوال وأنا أنتقل إليك دكتور حسني محلي ما جرى في إدلب واستدعى هذا الإعلام من الجيش السوري وضع في خلفية الهدنة التي كانت موضوعة بين ليل الخميس والجمعة وكسرطت دمشق أن يتم التزام الجماعات المسلحة في هذه المنطقة بالخروج من هذه المنطقة الفاصلة منطقة خفض التسعيد في إدلب لم يتم ذلك بإعلان واضح وصريع من الجولاني كيف يمكن تفسير قرار الجولاني بالنظر مجددا إلى تطورات في شمال سوريا بين شرقه وغربه هل يمكن أن يكون بعيدا من تركيا؟ لا بدون شك بدون شك لن يكون بعيدا من تركيا أبدا باعتبار أن تركيا الطرف الرئيسي في العملية العسكرية انطلاقا من أستانا ثم سوتي لأنه لو كان بعيدا لا حزم موضوع إدلب في تشرين الأول أكتوبر العام الماضي وفق اتفاق سوتي ولكن نحن نعرف بأن تركيا لم تكن متشجعة والمسؤولون الروس قالوا ذلك أكثر من مرة وحتى الرئيس بوتين والعبروف وغيره من المسؤولين العسكريين قالوا بأن تركيا تتردد وغير متشجعة لاتفاق إدلب لكن المهم هو التوقيت الزمني لكل ما نتحدث عنه الآن لأننا كنا نتوقع أن يتوغل الجيش التركي شرق الفرات وفق الاتفاق المبدئي بين تركيا وعلى المتحدة الأمريكية والخلاف ما زال حول الأمتار وليس عن الفكرة الأساسية لذلك أنا أعتقد بأن تركيا تساوم بورقة النصرة ليس فقط مع سوريا بل أيضا مع روسيا بل حتى مع المتحدة الأمريكية لأن أمريكا يهمها أن تورد تركيا شرق الفرات وحتى تحرج بذلك روسيا وتحرج بذلك الدولة السورية لأن الجميع يعرف بأن تركيا لا ولن تسمع بأي شكل من الأسكال لأي طرف كان أن يحصل موضوع النصرة على حسابه نعم هنا أنتقل إليك دكتور صالحة مما قاله دكتور محلي في تشخيص موقف أنقرة خصوصا بعد أسنة في نسختها الثالثة عشر وموضوع ما تم إعادة طرحه كهدنة بين الخميس والجمعة واشترس الدمشق أن يخرج السلاح من هذه المنطقة من زوعة السلاح كما تم توصيفها نحن أمام ماذا واحدة من ثلاثة احتمالات يقال أنقرة أم عاجزة عن تنفيذ ما قالت أنها قادرة أن تكون ضامنة لتضبيق التفاهمات سوتي متواطئة في مكان ما أو تقوم في مناورة على حساب حسم ملف بات ملحن الآن بالنظر للتطورات ليس فقط في سوريا وإنما في الإقليم الشمال السوري مساء الخير أولا أنا أريد أن أعطي الأولولية للاحتمال الرابع ليس للاحتمالات الثلاثة التي أنت تحدثت عنها أن تكون تفاهمات أستانة أستانة 13 تفاهمات حبر على ورق والجميع يعرف أنه لا فرص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يعني البيانة الختامة للأستانة 13 كان منذ البداية يعكس حقيقة أنه مسألة وقف إطلاق النار ستفشل سريعا وأنه هذا البيانة الختامة لا يعكس أي فرصة للتفاهمات لماذا؟ لأنه لم يقل لنا أحدا أنه هناك آليات مراقبة أو تفعيل لمراقبة هذا البيانة الختامة وتنفيذه عمليا على الأرض ميدانيا هذه كانت مشكلة أساسية الآن بالنسبة للاحتمالات التي أنت تحدثت عنها أنا رأيي أنه هذا التصعيد يحمل معه سؤال آخر أنه 72 ساعة على اتفاقيات الأستانة 13 ثم نصل إلى هذه النتيجة بهذه القروقات بهذا الشكل الواسع نعم دماشق قالت أنها الآن ستبدأ هذه العمليات العسكرية السؤال بالنسبة لأنقرة هو ليس ما الذي تريده أو ما ستفعله دماشق السؤال هو روسيا أين ردت فعل الروسية إذا كانت المعلومات التي يتنقلها بعض وصائل الإعلام عن مشاركة روسية اليوم في هذه العمليات العسكرية والغارات وهذا القصف الجوي فهذا سيتسبب بأزمة جديدة بين أنقرة وبين موسكو لماذا؟ لأنه دول ضامنة في سوتي دول ضامنة تحت سقف الآستانة الثلاثية أقصدونا ورغم كل هذه الاتفاقيات الآن نرى دماشق تقول أنها على الأرض هي التي تقرر وتتحرك بهذا الشكل كيف ستكون إذن النقاشات التركية الروسية التركية الروسية الإيرانية في المرحلة المقبلة؟ أو هي فترة الأسئلة الملحة التي بات يجب أن يكون هناك إجابة عليها خصوصا ملف موضوع في البال ومترك ربما لتوقيت حسمه لا ندري إذا نضجت الظروف لحسم ملف شمال سوريا في شكل في تعقيدات وفي الكثير من الأطراف الحاضرة واسمح لي نحن بالعودة إليك سيدة العميد نحن أمام مرحلة تحريق أو أوراق بالنظر لما يطرحه أيضا دكتور صالحة حول الموقف الروسي إذا أردنا أن نرسم سيناريو هل يمكن أن يكون هناك عملية عسكرية باتجاه إدلب منفصلة عن شرق الفراد بالنظر إلى تحريك الملفين بالسياق الزمني نفسه وهنا كيف سيكون التموضع الروسي من الناحية يعني العسكرية والموقف السياسي روسيا تنظر إلى سوريا وكأنها مرحلة من مرحلة أبعد بكثير يعني اليوم المكسب الروسي هو تغيير التحالفات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من هنا كان بين شعرة معاوية كما يقال يعني نبيع الأس أربعمية وندخل إلى تركيا لفك هذا التحالف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الأف خمسة وتتين وممكانية فرض العقوبات لاحقا اليوم القرار التركي هو التغيير في الخيارات والاستفراد وعدم سؤال الحليف التاريخي لولايات المتحدة الأمريكية في أي قرار عندما نتحدث بالنسبة إلى تركيا نتحدث وهذا أمر تحدثنا فيه قبل بداية اللقاء نتحدث عن المثاق الوطني 1920 الحلم التاريخي يعني إردوغان ينظر إلى أتاتورك على أنه تخلى عن الأرض هذا الذي يجري في شمال سوريا إن كان شرق الفرات أو غرب الفرات هذا أمر بالعقل التركي أمر يهدد الأمن القومي التركي خاصة وحدة الأرض والأحلام التاريخية فإذا اليوم أنت في مرحلة تريدين تحقيق هذا الأمر وتحدثنا أيضا أنه المشروع التركي يبدأ من ليبيا ينتهي بقطر ويعود إلى العراق ويعود إلى سوريا فإذا اليوم يريد تحقيق ما يمكن أن يحققه على ساحة سوريا العقبة الكبيرة أنه عنده مشروعين جبهتين شرق الفرات وغرب الفرات لكل منهما تعقيدات خاصة فيها ودينامية مختلفة يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك حالة معينة وبدأت الاجتماعات وتأجلت إلى الغد وفي شمال وفي غرب الفرات هناك عملية أكثر تعقيدا يعني سمح له أن يأخذ درع الفرات 6000 كم ربع عفرين 2000 كم ربع اليوم إدلب ليس قادرا على فرض أي شيء ضمن إدلب والدليل على ذلك أنه هل هو قادر على نزع سلاح وإخلاء المراكز من جبهة تحرير جبهة تحرير الشام فهذه الأمور بالمعنى العسكري من المستحيل أن يقوم بها فإذن هو يعني يوازن يوازن بين العلاقة مع روسيا والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية موضوع ميثاق ملتي أو ميثاق الأمة كما أشرت إليه 1920 سنناقشه في سياق أيضا الوصول إلى شرق الفرات لأنه نقطة مهمة طالما أردغان جاء على ذكره يعني مؤخرا دكتور محلي طلاقة من هذه النقطة نريد أن نعرف كيف تفكر تركيا بإدلب إلى أي حد تركيا أمامها تحضرت إدلب إلى عدم الحسم عسكريا لأن كل الظروف الدولية الآن ربما لن تسمح بأن نرى عملية عسكرية في إدلب إن كان على المستوى الإنساني أو حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي والخوف من اللاجئين أو حتى التحضير عسكريا بالنسبة لتلك الجماعات النقطة الثانية هي تريد في مكان ما لتلك الجماعات ولأنه أشرنا إلى أستنى 13 أن تجعل نوع من الغربلة هناك من يمكن قبوله في التسويات المقبلة سياسيا وتحاول أن تصطفي منهم من يكون في الإطار السياسي مقبلا هكذا تفكر أنقرة بملف إدلب مرتاحة إلى أنه قد يذهب إلى هذه الخواتيم؟ أنا أعتقد بأن التركيا هي التي تستطيع أن تحسن موضوع إدلب مئة بالمئة وأنها هي التي تستطيع أن تحسن العلاقة مع جماعة النصرة وباقي الفصائل لأن السبب بسيط جدا إدلب هي جوار للحدود السورية التركية ولا يمكن أن تحصل النصرة والفصائل الأخرى على أي قطعة سلاح ولا حتى على رصاصة إلا عبر هذه الحدود إذن تركيا هي التي تستطيع أن تضغط بشكل أو بآخر على النصرة لتقول لها افعل كذا أو لا تفعل كذا إدلب هي ليست فقرة واحدة بمفردها هي فقرة ضمن مجموعة من الفقرات التي تهتم بها تركيا فيما يتعلق بالملف السوري تركيا دخلت جرابلوس في 24 آب 2016 ومن جرابلوس إلى عفرين التي دخلتها في يناير العام الماضي 350 كم 350 كم من الحدود نعم بضوء أخضر روسي وهذا ما كتبتها اليوم في موقع الميادين يعني اتنين تركيا تحاول أن تقول شيئا ما لكل الأطراف بأن غرب الفراد من جرابلوس إلى الباب إلى أعزاز وإلى عفرين هي منطقة آمنة يعني هي تحدثت عن ضرورة إقامة منطقة آمنة مع بداية الأزمة 2011 بعد الخمس سنوات حققت هذا الحلم أو هذا الهدم عبر الضوء الأخضر الروسي يعني هي أنا رأي الشخصي هي بشكل أو بآخر لن تتخلى عن غرب الفراد لن تتخلى بشكل أو بآخر وأعود وأقول إدلب جزء هذه الصفقة وجزء مهم لن تتخلى عن إدلب لن تتخلى عن إدلب لسبب آخر له علاقة بالإدولوجية صح لا تريد أمترا أو الرئيس أردغان أن يقال عنهم بأنه باع الإسلاميين للروس أو تخلى عن الإسلاميين للكفار أو الروس أو للنظام السوري هذه قصة إدولوجية بالنسبة للرئيس أردغان لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال وأراهن 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 بأن تركيا لا ولن تقبل أي شكل من الأشكال لحسن موضوع إدلب إلا وفق مخططاتها هي وليس هي وفق مخططات روسيا ودولة السورية كيف تحسب إدلب وفق مخططاتها عفوا برأيك دكتور يعني عسكريا لن تسمح للجيش السوري أو للروس أن يدخل إدلب اثنين هي التي ستتفق مع النصرة وتقول لهم تخلوا عن السلاح أو أن لا يتخلوا عن السلاح لنفرض جدلا أنهم تخلوا عن السلاح والجيش السوري لم يدخل إدلب ما الذي استفدنا من ذلك انسحبت جماعة النصرة عشرين كيلومتر عن خطوط التماس يعني ماذا يعني ذلك يعني في نهاية المطاب إذا كان هناك عشرين ألف من المسلحين كما قال الممثل بوتين في سوريا عشرين ألف مسلح من الإرهابيين موجودين من جماعة النصرة لنفرض عنهم أنهم تخلوا أو تراجعوا عشرين كيلومتر وبقوا في إدلب أو بقوا في غرب الفرات إلى جانب خمسين ألف من عناصر ما يسمى في الجيش الحر والفصائل الأخرى وجميع هؤلاء يتقودون مرتباتهم وأسلحتهم وملابسهم وكل شيء من تركيا يعني هذه قضية كبيرة وليست لا يمكن لنا أن نضع الموضوع في إطار إدلب فقط لأنه في بداية حديثي لهذا السبب في بداية حديثي دخلت الموضوع من شرق الأول وهو منذ البداية النقاش هو كذلك يعني في سياق لا يمكن أبدا أن يتم الإغفال عنه الإشارة واضحة في هذا يعني التزاون بهذا الشكل يعني الذي يبدو ملحن سباح لي أنتقل دكتور صالحة دكتور صالحة صالحة في موضوع يعني النقاط التي طرحها دكتور محلي مهمة جدا لكن يعني أوحى لي بالسؤال فكرة إدلب بحد ذاتها بالنظر للمقاربة التي تقدمها تركيا في شرق الفرات هي تقول بأن هناك خطر إرهاب يتأتى من الكرد نقوات سوريا الديمقراطية تلحقهم بالحزب العمالي الكردستاني وتعتبر أنه يجب أن يكون هناك حزاما أمنيا منطقة آمنة على طول الحدود مع سوريا 900 كيلومتر لتشعر بالأمان فيما إدلب فيما فيها جبهة النصرة المصنفة إرهابية على مستوى العالم كله يفترض أن تبقى كما هي مهددة لكل واقع سوريا ويبقى الحال عليه كيف يمكن الرد على هذه المفارقة التي يتم تقديمها بالمنطق التركي يعني إدلب الآن هي جزء من شمال الغرب سوريا حسب الحسابات والمعادلات التي نناقشها والعمليات غصن الزيتون ودرع الفرات أيضا جزء من هذه المعادلات هذه الأمور كلها نقشت في الأستانة لقاءات الأستانة الكثيرة المتعددة ونقشت في سوريا أيضا وتم الاتفاق حولها يعني عملية منطقة تخفيض التوتر الدخول العسكري التركي إلى هذه البقاءة الجغرافية في إطار هذه التفاهمات كلها برأيي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار دائما عندما نناقش الخطة التركية أو الطرح التركي تركيا عندها التزامات أمام حلفائها أو شركائها في الأستانة وفي سوتشي الآن في نقطة مهمة مسألات إخراج مجموعات النصرة من المعادلة رأي شخص هذا لابد أن تتم عاجلا أم آجلا لا يمكن إطلاقا حماية هذه التفاهمات التي نتحدث عنها والنصرة جالسة في قلب المشهد لذلك كيف تم الاتفاق في سوتشي لابد أن يكون هناك تنفيذ لهذه الاتفاقات هذه نقطة أولى إما إخراج النصرة بطريقة من الطرق يعني إما أن تدخل أنقرة في مواجهة عسكرية مع هذه المجموعات أم لا هذا برأيه ليس هو ما تريده أنقرة بالدرجة الأساسية أنقرة تحاول أن تغرج هذه المجموعات من المعادلة بشكل أو بآخر وأن لا يكون الخيار العسكري هو المادة الأولى قبل النقطة المهمة الآن جيدة جدا عفوا دكتور صالح ولكي طبعا الحق أن تقولها ولكن المنطقة العسكرية تقدمه تركيا يعني قالت وقامت وعفرين مثال قريب في الذاكرة بأن المنطق العسكري وفي مدنيين للخروج يعني إخراج المنطقة من تصفهم بالإرهابيين فيما المنطق العسكري ونحن لا ندافع المنطقة العسكري نحاول نفهم كيف تفكر تركيا هو مقبول الآن غير مقبول في إدلب في أكثر من إجابة على هذا الطرح وعلى هذا السؤال برأيي أولا أنقرة طالما أنها اتفقت مع روسيا في شمال غرب سوريا فهذا يعني أنه فيه الزامية لهذه الاتفاقيات وإلا ما معنى أن نذهب ونجلس ونتحاور ونتفق ثم نصل إلى طريق مزدود بهذا الشكل نصل إلى نتيجة أنه الآن دمشق تقول أنها تركت كل هذه التفاهمات جانبا وقررت التحرك عسكريا وميدانيا يعني دمشق تعرف تماما أنه فيه تفاهمات اسمها آستانة اسمها سوشي بشكل أو بآخر لكن في مسألة أخرى أنقرة مثلا كانت تريد دائما تل رفعت روسيا دائما كانت تعارض ووصلنا الآن إلى نقطة اسمها خط فصل أو خط محمي من قبل روسيا اسمه تل رفعت هذا يعني أنه أنقرة لا تأخذ دائما أو قادرة أنه ما ننقشه الآن في غرب الفرات بادة بشكل أو بآخر حسب الآن أنقرة والهواجس التي تقلق أنقرة غرب الفرات بادة أيضا لابد أن ينقش في إطار سلة واحدة مع شرق الفرات ما يقلق أنقرة هو مثلا احتمال سيناريو تفاهمات أمريكية روسية في المرحلة المقبلة إذا ما شعرت أنه أنقرة متصلبة في مواقفها في غرب الفرات وفي شرقه لأنه هذه التفاهمات رأيناها أنا وأنت في إسرائيل عندما تم اللقاء الثلاثي الأمني هل روسيا فعلا ستذهب بمنحة بحث هذه المسائل مع واشنطن إذا وصدت أن أنقرة مصرة على موقفها في غرب الفرات وعلى عملية عسكرية في شرق الفرات أم لا الدور الإسرائيلي هنا أو اللعب الإسرائيلي بشكل أو بآخر أيضا ينبغي أن يناقش في كل هذا الحراك وهذا المشهد طيب وصل الحظ اللقاء الأمني الذي جمع الجانب الروسي والإسرائيلي والأمريكي لم ينتج عنه تفاهم حتى وأن كان الاتفاق على أمن إسرائيل بين الأمريكي والروسي لكن لم يكن هناك اتفاق خصوصا في تشخيص أن من يهدد الأمن هو إيران وهذا يعني أنه في تباين لم يرتقي إلى أمر تفاهمات لكن مطروح موضوع التفاهمات الأمريكية الروسية إذا ما توسعنا وسنفعل ذلك في سياق هذا النقاش ونحن نلحظ شرق يعني شرق الفرات إضافة إلى المنطقة الآمنة التي تلح تركيا عليها ولكن اسمح لي هنا في نقطة أدلب ونحن نشركها أيضا بطبيعة الحال في شرق الفرات وننتقل إليك سيادة العميد في ثلاث نقاط ولكن تعليق طبعا نقطة راحة دكتور حسني محلي 350 كم لا تبدو منطقة آمنة كائفية بالنسبة لتركيا العملية يعني ما بعد الإعلان الجيش السوري وهذا مهم ونريد أن نركز عليه لأن الجيش السوري عندما أعلن يبدو أنه لديه قرار اتخذها هو سيسير فيه نحن أمام تصعيد في العمليات العسكرية دون الوصول إلى معركة حسم كبرى أنا أعتقد يعني عندي منطق مختلف بالعقل التركي يعني أنا حكيتي أنه تركيا لديها معضلة كبيرة جدا فيما خاص إدلب إذا نفذت وعودها تجاه هيئة تحرير الشام يعني إخراج المواد يكسب النظام وإذا لم تنفذ تكون قد أخلت بتعاهداتها فإذا أنا أعتقد أنه تركيا تنظر إلى إدلب وكأنها استاتيكو معالجة ليست الأولوية الأولى أنا أعتقد الأولوية الأولى لتركيا هي شرق الفرات لماذا؟ لأن شرق الفرات عاجلا أم أجلا الرئيس ترامب قرر بالألفين وستعشر أنه سينسحب أو سيسحب كل القوات من العالم وهو يذهب إلى حملة الألفين وعشرين يعني سينسحب عاجلا أم أجلا من هنا الضغوطات التركية واللقاء التركي الأمريكي لتنظيم آلية الخروج الأمريكي بما يضمن وعود أمريكا للأكراد وبالتالي ضمان حق تركيا بمنطقة أميناء هنا يدخل النظام للتصعيد في هذه المرحلة بإدلب لأنه يضرب فعلا على المنطقة الحساسة للقرار التركي أو للسلوك التركي أنا أعتقد هذا هو المنطق العام لأن اليوم ما في حل سريع في تركيا لا النظام قادر ولا حتى تركيا قادرة لأنه قلت إذا نفزت وعودها يعني يربح النظام لأنه على المدى البعيد سيطلب النظام بالقانون الدولي حتى يطلب من أمريكا الخروج هي ليس وجود قانوني حتى تركيا إذا دخلت وفعلا سيطرت على أدلب مطلوب منها أن تخرج في مرحلة يربح النظام فتكون عملة حرب كما يقال للنظام وباليش يعني بدون أن يتكبت شيء النظام من هنا ضغط النظام على إدلب لإحراج تركيا بسبب الاجتماع الأمريكي التركي في تركيا وبما هذه النقطة الثالثة التي كنت أريد أن ترحها عليك وأنا وعدد النقاط وأنا كنت أنتقل إليك هي نقطة اجتياح الأرض بمعنى تركيا تضع نفسها في مكان يعطيها الحق هذه نقطة ستكون محل حسن فيما بعد كما أفهموا منك كيف يمكن لدماشق أن تؤثر في ذلك بالوصول لنتيجة التي تريدها أخراج تركيا من الأرض السورية أي شرق الفراط أو غرب الفراط نحن نتحدث عن إدلب من منطلق إدلب لأنك ركزت عليه إخراج لابد أن يكون هناك أمر عسكري ويعني دايما كما يقال دجور ديفاكتو يعني هناك شيء بالقانون وهناك شيء بالواقع أنا أعتقد قدرة سوريا أو النظام على إخراج تركيا لها علاقة مباشرة بالقرار الروسي لماذا؟ لأن الروسي عنده الفيتو عنده التأثير السياسي عنده علاقة تتميز اليوم بمرحلة مع تركيا وهو لديه القدرة الجوية على الدعم الناري ولكن هذا الأمر من الصعوبة اليوم أن أتحدث عن منطقة فيها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة قد تؤثر على النظام الصورة العالمية وقد تؤثر على تركيا في حال النزوح خاصة أنه لدى تركيا التعهدات مع أوروبا أنه لن نسمح بذهاب مزيد من اللاجئين السوريين إلى المنطقة لكن ما الذي سنرى ربما عسكريا لأنه لا يمكن أن يكون هناك إعلان لاستئناف العمليات العسكرية من الجيش السوري دون أن نرى تحركا عسكريا في شكل ما أنا أعتقد المرحلة هي على مراحل phases مراحل قدم بالتدريج فقط للضغط وإرسال العديد من الرسائل لتركيا وللولايات المتحدة الأمريكية تبقى معنا سيد العميد وأيضا دكتور ساميس صالحة ودكتور حسني محلي وسنواصل بهذا النقاش نتوسع فيه في شكل التفاهمات التي قد يحكى عنها بنظر الأطراف الإقليمية والدولية الحاضرة في شمال سوريا بين شرقه وغربه ولكن ستوقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية رجاء نبقى معنا أهلا بكم جديد في المسائية من الميادين قال مصدر عسكري تركي إن الجيش التركي يمكن أن يطلق العملية العسكرية في شرق الفراد في أي لحظة في حال تعرض الأراضي التركية لهجوم من الأراضي السورية مرجحا أن تنطلق العملية بعد عيد الأطحى وكان الرئيس التركي رجب طيب إردغان قد هدد بأن بلاده ستنفذ عملية شرقية نهر الفراد في شمال سوريا وأنها أبلغت روسيا والولايات المتحدة بذلك سندخل إلى شرق الفراد كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب بشمال سوريا وأطلعنا روسيا والولايات المتحدة على العملية لا يمكننا التزام الصمت أمام الهجمات على بلادنا فلصبرنا حدود وقد نفذ صبر تركيا من الولايات المتحدة التي توصلت إلى اتفاق مع أنقرة لتنفيذ منطقة آمنة في شمال شرق سوريا ماذا عن التجاذب التركي الأمريكي في شمال سوريا وتبعاته جراسيا بيطار شبح المنطقة الآمنة في شمال السوري يعود مجددا إلى الظهور تحت مظلة التجاذب التركي الأمريكي فواشنطن تبدو غير متحمسة أو على الأقل تبدو متحفزة بنحو خجول على هذه المسألة وهذا يصب حكما في صلب سياسة تبادل الأوراق المفارقة أن المساعي التركية لإقامة المنطقة الآمنة تتواصل تزامنا مع تحشيد أنقرة آلاف الجنود على الحدود مع سوريا استعدادا لشن عملية عسكرية في شرق الفرات شمال سوريا ويتوقع مصدر كردي في هذا السياق أن تكون العملية قصيرة المداوة محددة أي أنها ستقتصر على قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية وعلى ما يرجح مصدر عسكري تركي فإن التنفيذ قد يتم بعد عيد الأطحى في الحادي عشر من آب أغسطس الحالي ولكنه أردف قائلا إنه قد يتم تنفيذها في أي لحظة في حال تعرض الأراضي التركية لهجوم من الأراضي السورية على حد تعبيره توقيت صدور ما كشفه المصدر العسكري التركي يشي بموافقة أمريكا على العملية فهو صدر مباشرة بعد إعلان وزارة الدفاع التركية بدء الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة هذه المباحثات وضعت مسألة المنطقة الآمنة في جدول أعمالها ويتردد في هذا المضمار اقتراح أمريكا أن تكون بعمق ثمانية كيلومترات مقابل ثلاثين كيلومترا وفق الاقتراح التركي وما بين جدل المنطقة الآمنة والعملية العسكرية وأعلان المجموعات المسلحة في إدلب عدم التزامها بوقف النار ثم تأسئلة يمكن طرحها ما هو مدى صحة السعي التركي إلى المساومة على الفصائل المسلحة في إدلب مقابل المنطقة الآمنة وهل تعطي واشنطن ضوءها الأخضر بهذا الصدد أي تضحي مرة أخرى بحلفائها الكرد وتسمح بإنشاء منطقة آمنة على النحو الذي تريده أنقرة وماذا عن المصلحة التركية الأمريكية المشتركة بإبقاء خاصرة سوريا رخوة الأجوبة تبقى رهن الأيام القليلة المقبلة وإلى حين الوصول إلى تلك الأيام نحن نناقش هذا الملف نجد الترحيب بضيوفنا سيادة العميل لياس حنة معنا هنا في الستيديو دكتور سمير صالحة من إسطنبول ومنها أيضا نجد الترحيب بك دكتور حسني محلي ونستأنف النقاش وإياك أشرت لمقالك في موقع الميادين نت المنطقة الآمنة التركية ما هدفها وانطلاقها من حيث وصلت الأمور أشرنا إلى أنه يعني في العام الماضي كان هناك اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنطقة الآمنة الاختلاف على العمق الإدارة منطقة الدخول لكن هناك توافق عليها بالنظر إلى التطورات الآن وهذه المحادثات الثانية وغدا ستستأنف هل الطريق فعلا مسدود ما تشخيص ما يجري بين أنقرة وواشنطن تركيا في حالة الهجوم فعلا لتنفيذ ما تريده شكل المنطقة الآمنة وهدفها لا 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 أنا لا أعتقد بأن الطريق مسدود وأنا أعتقد بأن هناك اتفاق مبدئي بين تركيا وابليات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع مع استمرار النقاش حول بعض النقاط الفنية لأن الأكراد يعترضون على دخول القوات التركية إلى كوبانيا يعني العرب باعتبار أنها رمز قومي أو رمز استراتيجي أو عسكري مهم بالنسبة لهم هو السؤال يعني لماذا تركيا في كل هذا الحديث الذي نتحدث عنه لماذا تركيا الطرف في الأزمة السورية اثنين يعني إذا كانت تركيا تتحدث عن منطقة آمنة شرق الفرات وغرب الفرات وموضوع الأكراد وموضوع المسلحين لماذا لا تجلس على طاولة الحوار المباشر مع الدولة السورية لماذا؟ يعني هناك الكثير من المقالات حتى الصحفيين الذين كانوا يؤيدون أردوغان في موضوع سوريا منذ فترة وهم يكتبون ويدغطون على رئيس أردوغان على ضرورة الحوار مع دمش مباثرة زعيم حزم الشعب الجمهوري كمالك رشتور أكثر من مرة قال لماذا لا تجلس على طاولة الحوار مع الرئيس الأسد هناك عقدة نفسية بالنسبة للرئيس أردوغان اتجاه الرئيس الأسد ولا يمكن له أن يتقبل بأنه هزم أمام الرئيس بشار الأسد وأن تركيا هزمت في هذه القضية التي راهن عليها وما زال يراهن باعتبار أنه يرى بأنه هو حامي حمى الإسلاميين والمسلمين وليس فقط في سوريا بل في ليبيا أيضا على سبيل المثال والمنطقة عموما يعني هذه هي مظر الاستراتيجية يعني اتنين اليوم مساء وصل أنقرة فجأة وزير الدفاع القطري خالد العطية لباحث ربما خفايا وأسرار جديدة فيما يتعلق بالمعادلة السورية واحتمالاتها المستقبلية الذين كانوا إلى جانب تركيا في بداية الأزمة السعودية ودول الخليج هم الآن ضد تركيا في موضوع شمال سوريا وشرق الفرات يعني تركيا تركيا بصراحة لا يمكن أعوذ وأقول لا يمكن لها أن تتخلى عن قضيتها العقائدية الإدولوجية في موضوع سوريا موضوع الأكراد يعني شرق الفرات يعني تركيا أنا لا أعتقد لديها مشكلة أنا ضد الذين يراهنون على خلاف استراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة في موضوع S400 يعني تركيا على سبيل المثال هناك أزمة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت تركيا الأسبوع الماضي أربع مروحيات متطورة جدا من طراز تشينوك يعني هناك أيضا قضايا أخرى ووزيرة التجارة التركية ستدعب إلى الولايات المتحدة ما تشخيص دكتور محلي ما يجري بين أنقرة وواشنطن حول موضوع المنطقة الأمريكية تركيا شوفي يا زميل غانيا يعني تركيا الليم أو رئيس أردوغان أفهم لا يمكن أن يتخلى عن عقيدته الإدولوجية ليس فقط الإسلامية التركية منذ الخمسينات وهي في الحضم الأمريكي وأردوغان يمثل اليمين التركي بكل قياداته التي حكمت تركيا من عدنان مندريس إلى داميريل إلى تانسو تشيلر إلى توركوتوزال وغيره هو في نفس الخط العقائدي فلذلك تركيا لا يمكن لها لا يمكن لها ولا يمكن لها أن تبتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية هذا مستحيل الذين يراهنون على ذلك هم سيرون بأن ذلك خطأ لا أدري أنا شخصيا على الأقل ما الذي تم الاتفاق عليه بين بوتين وأردوغان في أول لقاء بينهم بعد الاعتدار التركي من بوتين فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا هذا اللقاء كان في حزيران 2016 لا أحد يدري أسرار هذا اللقاء ولكن أعود وأقول تركيا أولاً لن تتخلى عن أحلامها في شبال السوري بأكمله وهذا ما قلته أيضاً في المقال فيما يتعلق بحلم تركيا فيما يتعلق بما يسمى بحدود المتاق الوطني الذي يرى في شمال سوريا بأكمله جزءاً من تركيا وهذا يصل أيضاً إلى جوانب في البرتغال وفي العراق وما إلى ذلك وحتى اليونان إذا ما نظرنا إلى الهثاق عفواً يعني تركيا على سبيل المثال عندما قلت اليونان تذكر ذلك يعني تركيا الآن ثلاث أربع سفن تركيا الآن موجودة حول قبرص لعمليات التنقيب على الغاز التنقيب على الغاز ولكن الاتحاد الأوروبي هدد وتواعد تركيا الولايات المتحدة الأمريكية هدد وتواعد تركيا والروسيا هددت وتواعد التركيا ولكن تركيا تقول بأنها ستستمر إذن هناك في مشكلة في العقلية العقلية السياسية والإدولوجية والاستراتيجية للدولة التركية فيما يتعلق كل هذه ونقل عن أردغان بالفيديو بأنه قاد تحدث عن مثاق الأمة مثاق ميلي في غضون عندما كان حديث عن العملية العسكرية في شمال شرق العراق وتحدث أنه لنا الحق في ذلك وإذا لا تظنون ذلك فعودوا إلى هذا المثاق واليوم يتم طرحوا أيضا في سوريا وأنا أنتقل إليك تصالح على التعليق على هذه النقطة مع السؤال كيف لك أن تشرح لنا المنطق الذي تقدمه تركيا بأنه منطقة آمنة أي أن كان عمقها حتى وصلت إلى أقصى الحد الذي تريده يشكل بالفعل حماية لإبعاد الإرهاب الذي تتخوف منه ألا وهو الكرد تحديدا قوات سوريا الديمقراطية ومن يمثلون نعم الآن في أكثر من لعب محلي إقليمي دولي موجود على الأرض في سوريا يعني نعم تركيا لها سياساتها في سوريا وفي البنطقة لكن هؤلاء اللاعبين أيضا لهم حساباتهم ومصالحهم المواجهة إذن هي عندما تصاعد أنقرة في من الملفات تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الطرف الآخر يعني في عمليات أخذ ورد الآن في سجال بينها أكثر من لاعب في أكثر من قضية هذه ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار يعني تركيا وحدها ليست لا لاعب يفرد نفسه على المعادلات وليست هي من يقرر هذه الملفات في المنطقة هذه نقطة مهمة نقطة ثانية الآن عندما نطرح موضوع أنه نعود إلى ما قبل تسعين عاما في السياسة التركية علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الكثير من اللاعبين والإقليمين والدوليين أيضا كان عندهم أطماع تاريخية أو رؤية تاريخية في أكثر من منطقة وأكثر من مقهة جغرافية اليونان نفسها الآن هي تتحرك بهذا المنطق الاتحاد الأوروبي يتحرك بهذا المنطق ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للإقتراب في شرق المتوسط من الحدود القبرصية وتحت ذريعة أنه أخذ قبرص اليونانية إلى الاتحاد عام 2004 ليصاعد ضد تركيا بهذا الشكل لو كان فيه نقاش قانوني كنا قلنا نعم نقاش قانوني في مصطلحات حول المياه في شرق المتوسط ربما تخشى في مكان ما دكتور صالحة تقاسم من ما وصلت السلطنة العثمانية يعني إلى فيينا وهذا ما يجعل حتى ملف تركيا في الاتحاد الأوروبي غير مفعل لأنه الذاكرة ما زالت تعيد هذا الحلم العثماني أو حيث كانت السلطنة العثمانية والامبراطورية العثمانية ما زال الأمر مثلا يجسده أردغان يخشى الأوروبيون منه في مكان ما لكن لم تجبني على سؤال لطفا كيف تشكل المنطقة الآن من حماية أمنية لتركيا ما تقولين هو ينطبق على إيران في سياستها الإقليمية على روسيا في سياستها الإقليمية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الإقليمية والسورية تحديدا ما الذي يناقش ما الذي تفعله أنقرة عليه أن يناقش أيضا ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا وفي شرق الفرات ما الذي تعد له إسرائيل في هذه البقعة الجغرافية بالتنصيق مع واشنطن وروسيا أيضا الآن مساءلة تركيا نعم ممكن أنا لا أنتقد أن يطرح نقاش تركيا وما تفعله لكن علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يقوله الطرف الآخر الآن طرحتي سؤال مهم أيضا يحتاج إلى تعقيب سأختصر جدا أن ما يجري في شرق الفرات ما يقلق أنقرة برأيه هو ليس المنطقة الآمنة نعم يقلقها المنطقة الآمنة حدودها مواصفاتها وشكلها لكن الذي يقلقها أكثر هو ما الذي تعد له واشنطن في هذه البقاءة الجغرافية أي نوع من المشروع الكردي في هذه البقاءة الجغرافية هذه نقطة لا تناقش برأيه لا من قبل دماشق ولا من قبل لاعبين إطلمين ولا دوليين هذه نقطة تتلقى عن طرح لا أنا أعرف أنك ستناقشين لا لا هي نقشة قبل وتناقش في دماشق وهي يقدم حتى الأمر دكتور صالح بأنه هناك تخوف من تقسيم سوريا هذه الأجندة التي تطرح الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصك مع الأجندة التركية ليس لأن تركيا تفكر في مصلحة وحدة سوريا لأن ذلك في مكان ما يهدد جغرافيتها وهي تخشى كما إيران وهنا التقى العديد من الأضاد في هذا الأمر موضوع الكرد أن يكون هناك دولة كردية لأنه سيطال في مكان ما الجغرافية الإيرانية الجغرافية التركية إضافة إلى الجغرافية السورية وهو ما يتهدد استكمالا العراق حتى في مكان ما على تقسيم طائفي وما إلى ذلك لكن اسمح لي سأعود إليك تريد أن تعلق على هذه النقطة دكتور صالحة لا فقط أريد أن أقول لك أنك لا تعاقبين سوى على كلامه وهذا ملفت يعني المشاهد الآن يتسأل لماذا فقط عندما يتكلم الدكتور صالحة لا علقنا على الكل إذا أنت تشكك تريد أن تشكك فقط تطرحي السؤال والدكتور صالح عندما يتكل تدخل في هذه التعاقبات وهذه التحليل المطول مع الشكر طيب لا أكيد مع الشكر بكل الشكر لك دكتور صالحة أنت تطرح منطق وحاول أن ناقشه معك وكذلك فعلت مع دكتور صالحة وأنصحك بأن تشاهد المسائية تعاد الثانية بتوقيت القدس والسادسة صباحا لترى أن التعقيب على الجميع ولكن بمنتهى البساطة ما تشير إليه مهم جدا لأنك من المتداخلين القليلين الذين يستطيعون أن ينقلون وجهة النظر للدولة التركية التي تتحدث أن الأمر يتم في إطار المصالح ولا يتم في إطار المبدأ الأخلاقي الذي يتم من خلاله إدارة الأزمة في سوريا هنا أنتقل إليك سيادة العميد بنقاط عديدة فقط اليوم نتحدث عن الأخلاق السياسة والجيوسياسة ليس فيها أخلاق اليوم الصراع جيوسياسي والقبعات مختلفة أو الغطاء مختلف تحدث دكتور محلي عن الإيديولوجية حتى بأي بلد من العالم تختلف الإيديولوجية من الدين إلى العلمانية ولكن الأهداف الجيوسياسية لها علاقة بالتاريخ بشكل أساسي تحدثت عن المنطقة العازلة أول شيء المنطقة العازلة هي منطقة التأثير وهذا أمر مهم لكل الدول بالعالم زون أوف انفلونس كما يقال اثنين تعطي العمق لتركيا داخل سوريا وتؤثر في أي قرار سياسي سيتخذه النظام أو من يكون كائنا موجود في سوريا ثلاثة اللاجئون يعني يكون لها مكان لإعادة اللاجئين أصبحوا عبقا عليها حسب الوضع الاقتصادي فيه ثلاثة أو أربعة الاستكمال الحلم التاريخي وهون بذكرني يعني أقرأ كتاب أنه كليمونسو أتلي يقول له كليمونسو لأتلي رئيس وزراء بريطانيا كليمونسو الفرنسي يقول له ماذا تريدون مننا في العراق بعد سايكس بيكو قال له نريد الموصل قال له فلتكن لكم الموصل قال له وماذا تريدون بعد قال له نريد حدودا يدافعوا عنها وهون طلعت بعض الموصل للجبال المتاخمة اليوم لتركيا فهذا هذا الحلم يعني أردغان بعقله يعتبر أن الموصل كانت لأله وبعدها لتركيا لكن ما طرحه الدكتور صالحه هو مهم جدا الأمر لا ينسحب فقط على تركيا على أنه هي التي تقوم بالمحرمات فيما ذلك ينسحب على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في مكان ما بالنسبة لروسيا كل الدول وكذلك بالنسبة لإيران رئيس ترامب يتحدث أنه لماذا سندافع عن اليابان لماذا سندافع عن مضيق هرمز الصين تستورد 50% من نفطها مؤخرا قبل العقوبات من مضيق هرمز فلتأتي الصين وتدافع نريد أن نساعد دولة معينة يجب أو نؤمن الأمن القومي لدولة معينة عليهم أن يدفعوا يعني هذا الأمر كان يحصل وسيحصل منذ قديما حديثا وفي المستقبل أنا أقول وأعار يمي أناقض مقاله الدكتور محلي أنه اليوم التعاون التركي الأمريكي حيث يمكن هناك تعاون ولكن اختلفت تركيا وتركت الطريق الأمريكي البحتة لماذا؟ لأنه يعتبر إردوغان اليوم أنه مصلحة تركيا هي في جار الروسي الطاقة التعاون في الهلال الخصيب إن كان في العراق أو في سوريا تحديدا واليوم يعتبر الرئيس إردوغان أنه روسيا ليست الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وعملية التطويق يمكن التخلي عن أمريكا والتقرب من روسيا لأنه روسيا اليوم اقتصاد الروسي يوازل الاقتصاد الإيطالي واحد روسيا مجغولة في القرن وروسيا مجغولة في جورجيا وروسيا عندها مشاريع كبيرة جدا ولا يمكن أن تكون نفس الخطر الذي كان أيام الحرب الباردة الأهم أنه اليوم تركيا تعتبر نفسها أصبحت مطوقة من القرن ومن سوريا البحر الأسود والبحر الأبيض من التوسط من السهل ومن الأفضل الأمن القومي التركي أن تتعاون مع روسيا لكن سيبقى سؤال مطروح وربما الألح كيف سيكون موقف ودور روسيا في المقبل لأنه في ما نقل في عام 2009 أنه أمير قطر حمد في حينها وكان أردوغان رئيسا للوزراء جاء إلى رئيس السوري بشار الأسد وطلب منه أن يكون هناك خط للغاز يمر من سوريا الغاز القطري باتجاه تركيا وأوروبا ورفض ذلك لأنه قدم سيدة العميد لرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحينها غاز بروم قدم له وعدا بذلك بأن يكون الأمر في هذا وهناك نوع من تبادل المصالح دكتور محلي لكن قد يبدو السؤال الأبرز كيف روسيا ستدير موقفها في شمال سوريا بين شرقه وغربه والبعض يتخوف أو يشكك في ميزان المصالح أن لا يكون إلى جانب دمشق كيف يمكن مقاربة هذا الأمر والله هذا السؤال يجب أن تسأليه للرئيس بوتين الرئيس بوتين ما معنى لو معنى كنا سألناه نريد أن نستشرف خلال المعلومات كيف سيكون ذلك بالمناسبة مقالك قلت فيه شيء له علاقة باختبار هذا الأمر طالما تحدثنا أيضا فلك أتقل لنا ما كتبت سؤال بسيط جدا لكل المشاهدين إذا تركيا كانت صادقة في موضوع الخطر الكردي في شرق الفران ألا تستطيع أن تحسم هذا الموضوع بالاتفاق مع سوريا ألا تستطيع بالاتفاق مع سوريا وبالتالي العراق وبالتالي إيران أن تحسم التواجد الأمريكي والبريطاني والفرنسي والمرتزقة في شرق الفران هذا السؤال بسيط جدا والجواب عليه بسيط جدا الجواب لماذا بسيط لأن تركيا راهنت على ورقة الأكراد ضد الرئيس بشار الأسد حتى حزيران 2015 صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري دعي إلى تركيا ست مرات وقال لو قيل له أنا ذاك عندما كان دوود دوغل وزيرا للخارجية وبعد رئيسا للوزراء تمرد على الرئيس الأسد ونحن نعطيك ما تريد هذا كلام يعني كتب وليس والله أسرار لكن لدي مشكلة مع الرئيس السوري بشار الأسد ويقول أنه في مكان ما لا يمكن التعامل مع كيف أدار الملف وحجم الدمار والقتل كما يقول الرئيس التركي وبالتالي لا يمكن التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد من سبب هذا الدمار؟ من سبب هذا الدمار؟ لماذا وقعت تركيا في أستانا وسوتي على التفاهمات والاتفاقيات باسم جميع الفصائل الإرهابية وغير الإرهابية الموجودة في سوريا إيران وروسيا وقعت باسم الرئيس بشار الأسد تركيا وقعت باسم من؟ وبأي صلاحيات؟ ولماذا؟ ولماذا هي موجودة في سوريا؟ يعني هذا هو لب الموضوع هذا هو لب الموضوع لذلك هو رئيس أردوغان يلعب على هذه التناقضات الداخلية والخارجية والاقليمية والدولية ولذلك قبل قليل أعطيتك مثالا عن قبرص لأنه يعتقد بأن والله روسيا بحاجة له وهو بحاجة لروسيا أمريكا بحاجة لتركيا وهو بحاجة لأمريكا 12 قاعدة أمريكية موجودة في تركيا 50 قنبلة نووية 50 قنبلة نووية في قاعدة إنجرلك قاعدة ملاطي القريبة من الإيران تتجسس على الصواريخ الباليستية الإيرانية للدفاع عن إسرائيل فقط للدفاع عن إسرائيل فقط يعني إذن هذه قضايا جملة من التناقضات التي يعتقد أردوغان بأنه يستطيع أن يستغلها لتحقيق أهدافه التكتكية والاستراتيجية الوقت انتهى بالكامل دكتور صالحة تركيا تذهب إلى إقامة هذه المنطقة الآمنة سلما أو ممكن أن يكون بعملية عسكرية بالنظر إلى التوازنات أو إدارة المصالح مع الدول الحاضرة في هذه المنطقة أظن هذا مرتبط مباشرة بنتائج المحادثات والمفاوضات التي تجري الآن في أنقرة لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المفاوضات أيضا تتم بشأن موضوع سوري يتعلق بالسوريين لابد أيضا من الداخل السوري أن يكون لعب أساسي وفاعل في حوار ونقاش من هذا النوع روسيا ما الذي استفعله وما الذي يستقوله نقطة مهمة لكن في موضوع نقطة بنصف دقيقة فقط أنه نعم فيه ربما انتقادات توجهة للرئيس أردوغان لكن الرئيس أردوغان أيضا كان له اعتراض على سياسة دمشق الكردية سواء كان في الثمانينات والتسعينات عندما حاولت حماية حزب العمال الكردستاني ولعب هذه الورقة ضدها لسنوات طويلة ونفس المشكلة أيضا مع الأكراد في سوريا عندما حرمتهم دمشق من أبسط حقوقهم في المواطنة طيب أنا ما رح علق على هذه النقطة لأنه انتهى الوقت دكتور صالح رح علق على هذه النقطة شكرا جزيلا لك دكتور سامير صالح وساد علاقات دولية في جامعة إسطنبول ضيف عزيز كنت معنا من إسطنبول دكتور حسني محلي الخبير في شؤون التركية كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول سيد العميد لياس حنى الأكاديم والخبير العسكري ضيفنا هنا في الستيديو شكرا جزيلا لك بهذا نصل الختام المسائي نذاكركم بعنوينها الجيش السوري يعلن استئلاف الحسم العسكري في إدلب فهل يمنع تركيا من مواصلة رهانها على وقف الحرب بتعزيز قدرتها على المساومة المسلحون في غياب المرجعية وعدم التزام أنقرة بضبطهم ما هو مصير اتفاقات سوتي وهل تستخدم أنقرة تصعيدهم بتنفيذ عملياتها العسكرية في سوريا تركيا تواصل سعيها إلى إقامة المنطقة الآمنة وتحشد الألاف من الجنود عند الحدود مع سوريا فهل تقايد أنقرة الفصائل في إدلب بالمنطقة الآمنة دائما المزيد من الأخبار والتقر إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحة الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر